محمد قايدي بباماكو الجنرال مجور محمد قايدي بباماكو ومحمد قايدي لمن لا يعرفه يسموه قديد يسموه قديد وهو كان الجنرال وصل إلى رتبة جنرال بدعم خارجي في 2012 وفي 2012 تأسس سريا كانت هناك لجنة تسمى اللجنة العسكرية الجزيرية الفرنسية في السر تأسست هذه اللجنة لماذا؟ باش تسهل مهمة الغزو الفرنسي لمال اللي تم في 11 يناير 2013 وخرج يومها وزير الخارجية الفرنسي وقال فتحت لنا الجزائر أجواءها بلا حدود ولا قيود وبدأت الطائرات الفرنسية اللي كانت قبل خمسين عام من ذلك التاريخ أو خمسة وخمسين عام كانت تدكد شر والجبال ربال الأحرار ربال البلاد اللي قيلت فيها الأشعار نفس الطائرات الفرنسية العسكرية اللي كانت تهدم البلاد على رؤوس أهل هاوى على رؤوس الأحرار المجاهدين الأحرار وقتلت آلاف الشهداء هذه الطائرات من المدنيين كما من المجاهدين هذه الطائرات أصبح جنيرالات الجزائر هما اللي يرتبونها كيفها تذهب إلى مالي باسم الحرب على الإرهاب نفس نفس الأعذار لأن مجاهدي الجزائر عندما كانوا يقاتلونها كانوا في العرف الفرنسي إرهابيين بلا أن فرنسا لحد اليوم لا تعتذر للجزائريين اعتذروا لليهود اعتذروا لمدى غشقر اعتذروا للقديم الجديد اعتذروا لجميع إلا الجزائريين 132 سنة استعمار استدماري وفرنسا لا تعتذر ولا تقبل أن تعتذر طبعا أمامكم عملائكم أمامكم وكلائكم كيف تعتذرون كيف تعتذرون إذا أنتم اللي سهمتم أن محمد قايدي الجنيرال الماجور اليوم محمد قايدي اللي رهم يرتبوا فيه باش يخلف شنغريحة بالمناسبة انتقل في ظرف سنتين من 2012 إلى 2014 من جنيرال في 2012 عميد إلى لواء جنيرال الماجور في 2014 سنتين هذا من الاستثناءات القليلة جدا لماذا؟ لأنه قبل بلاء حسن فتح الأجواء لهم كان يعطيهم الكرويزون كان يعطيهم ليسونس يعطيهم المازوت يعني هو المشرف على الاستعمار الفرنسي لمالي لماذا؟ لأن كل الصحافة الفرنسية الملاحظين المراقبين السياسيين كانوا يقولوا بدون قبول جزائر أن فرنسا تروح لمالي فإن هذه لن يسمح لها طبعا لمقاومة الإرهاب في مالي والأصل هما الأزواد الأصل هما التوارك قبائل الترقية هناك ومعها بعض القبائل العربية تريد أن تستقل بشمال المالي لأننا تقول احنا والأفارقة لسنا شعب واحد نختلف معهم نشترك معهم في الدين لكن نختلف معهم في تقاليدنا في ثقافتنا ثم بيناتهم خصومات تاريخية الأفارقة وأن الأفارقة الصمر يتهمون كل من هو ليس بأصمر بأنهم شاركوا أو جزء منهم شاركوا في تجارة العبيد أي أن القبائل الترقية أساسا اللي كانت هي عبارة عن إمارات مثل إمارة طنبوكتو وكانتها إمارات حضرية قائمة عندها تاريخ وعندها في إفريقيا يعتبرونهم عن حق أو عن باطل فيها جزء من الحق وفيها جزء من المبالغات بأنهم كانوا ساهموا في العبيد ولذلك لما جاء الفترة الاستعمارية وفرنسا كان يجب أن تخرج من نيجر ومالي وقالوا بأننا نحن لسنا جزء منها يعني القبائل العربية والترقية اللي هي منطقة الأزواد لسنا جزء من مالي نريد أن نكون إما جزء من الجزائر إما مستقلين لأننا لسنا جزء من مالي والنيجر أيضا لكن طبعا فرنسا وطريقتها الاستعمارية في صناعة الحدود وفرضت عليهم أن يكونوا فكانت دائما هناك مناوشات وحروب وانتفاضات بين سكان شمال مالي وشمال النيجر ضد السلطة المركزية في نيامي وفي عاصمة مالي باماكو كيف تحل هذه القضية؟ لأن مالي والنيجر ونيجيريا وفيها مراكز وتشاد وموريطانيا والصحراء الجزائرية والصحراء الليبية فيها ثروات ضخمة جدا وصراع عالمي الصين دخلت بقوة في بداية الألفين ثم هلتحقت الآن روسيا وتركيا ففرنسا والولايات المتحدة ترى أن من بين طرق تعلهيمنة ومواجهة الصينيين هي السيطرة باسم الحرب على الإرهاب على هذه البلدة وخاصة فرنسا خلنا نشوف واحد يقول واحد إفريقي على موضوع فرنسا بالذات يعني هذا واحد من المواطنين الأفارقة كيف يصف فرنسا لما سؤل يسرحون إفراق لما سؤل على المسؤل سيطرة بداية الأفارقة والسيطرة بواحدة سيطرة بلادينا بالمسؤل هل ترغب بداية الأفارقة هل ترغب بداية الأفارق هل تراقب بلينا هذا جزء من الرأي الغالب في إفريقيا في الحقيقة وعبر عليه حتى ماكرون قبل حوالي شهرين والله بغضر قال هناك سنتيمون أنت فرنسي وأن بعض المسؤولين في إفريقيا أليمونت لسنتيمون أنت فرنسي وموجودة تصريحات ماكرون حتى في هذا هذا رأي يرى أن فرنسا هي الشيطان في إفريقيا كل قوى أو كل البلدان والشعوب التي استعمرت ترى أن فرنسا هي الشيطان في إفريقيا وأن فرنسا ساهمت في تدمير إفريقيا وقتلت من الأفارق أو أخذت من الأفارق جزائرين على رأسهم وقاتلت بهم لتيرايور ألجيريا ولكن كان أيضاً لتيرايور ماروكا، لتيرايور تينيزيا، لتيرايور سينيغالي، هذو كلهم، وماليا ونيجيريا كانت تأخذ أبناء المستعمرات وتقاتل بهم، بل أن بعض الجنالات الفرنسيين يقولون أن احتلال الجزائر ما كان ليكون لولا أنهم صنعوا من بعض الجزائريين لتيرايور عندهم. في البداية كانوا يسموهم الزواف، ما بين 1831 و 1843، لدائما 1843 الزواف والتي مخصصة للأوربيين، الفرنسيين أساساً ولكن الأوربيين عموماً، والجزائرين والذي يسموهم لتيرايور ألجيريا، وكنت تحدثتكم في الصيف الماضي عدة مرات عن هذا الموضوع، وما زال نعود له في تفاصيل أخرى وفي منزوايا أخرى، الذي يشرف اليوم على موضوع لتيرايور ألجيريا، لنيو تيرايور ألجيريا، هم جنرالات الجزائر، والمكلف هو نتمنى على المساعدة يعودوا بقاتلي تلك الصور اللي كانوا في الإليزي، باش نعاوذوا نشوفه، لربما ما شوفوش اللايبات السابقة، اللايب ما قبل السابق يشوفوه من جديد، هو هذا محمد محمد قادي، واللي كان اشتهرت أنا ذاك، مع سقوط عصابة بوتفليقة، اشتهر بالمنجل، والحقيقة أنه كان يشرف على إدارة داخل وزارة الدفاع تسمى هذا السيو دي، هذا السيو دي يعني يستعملوه على حساب الضرورة، وين كانت الحاجة يستعمل هذا السيو دي، كان هو المسؤول عليه، وكان هو اللي أطلق هذا القضايا على المنجل، وأنه هو، وأنه حافظ لكتاب الله، وسبعة لغات، ومنش عارف إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره، دارونه صورة مضخمة هكذا، حتى إذا ما خرجت الصور تعليلي زي، فإذا به يومها يفضح، مش فقط خرجت الصور تعليلي زي، خرجت الصور انتع وجوده أيضا على فريكوم في بداية الألفين، لما كانوا يصنعوا فيها على عينهم، لما كانوا، لأن هذه صناعة السيسي هذا لم يأتي هكذا من فراغ، يعني كان كتابات كثيرة حول الموضوع، كيف صنعه الأمريكيون، لأنه يسلموه بلد مثل مصر، أو الجزائر، أو موريطانيا، حتى موريطانيا مثلا، هذا الغزواني اللي عندها الآن، من قبل محمد عبد العزيز، لازم يصنع على عين الاستعمار، الوكالة الرئيسية يمدها الاستعمار للعسكر، والعسكر يديروا واجهات مدنية، فهما يحرصوا جيدا على صناعة الجنرالات من الخلف، سواء تولوا السلطة مباشرة، أو كانوا وظلوا من الخلف، الآن نرمي بريبارو في هذا محمد قايدي، كان هناك في فترة معينة تحذير لبعز وسيني، الحمد لله، الشعب يوم هارفع شعارات، وأسقطوا، قالوا ببعز وسيني حبي وللسيسي، الآن هذا محمد قايدي، حبي وللسيسي، لأنه بطبيعة الحال، إذا تحرقت ورقة، يأتي ورقة أخرى، والورقة اللي نحضروا فيها هو محمد قايدي، وهذا إذا نره كان أول أمس، كان أمس أو أول أمس، لا أمس، بدعوة من العميد أمرو ديارة، رئيس الأركان العامة لجيوش المالية، والرئيس الحالي مجلس الرؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملية، كذلك، عقد يوم أمس، 9 فبراير، اجتماع هذا المجلس بباماكو، من الذين اجتمعوا بباماكو؟ رؤساء أركان موريطانيا، النيجر، مالي، والجزائر، تخلف البوركينابي، اللي كان المفروض معهم، وتشادي، لأن كان خلافات داخل هذه المجموعة، في الحقيقة، أربع جنرالات لأربع بلدان، أربع جنرالات من جنرالات الحركة أو لتيرايورجدد، سواء اللوماليا، ولا لنيجيريا، ولا موريطانيا، ولا لالجيريا، اجتمعوا بش يحضروا كيف من ناحية اللوجستيكية كيف يتم إرسال الجيش الجزائري، لما قالوا النشعلي أن في هذا الاجتماع كانوا حاضرين الفرنسيس والأمريكان، لكن طبعا هذه لازم يخبوها الآن، لأننا نفضحوا فيهم ونكشفوا فيهم بقضية إرسال الجيش إلى إفريقيا، هذه عارفين بأن الشعب الجزائري يعني فيه رفض مطلق لهذا الموضوع، والحمد لله أنسخرني الله لهذا الموضوع، وسأبقى حول هذا الموضوع حتى يتراجعوا عن ما كتبوه في الدستور، بيرسال الجيش إلى الخارج، هذه جريمة في حق الجزائر وفي حق الجيش الجزائري، وستكون جريمة مدمرة، هذا موضوع بالنسبة لي أعطيه أنا الأولوية المطلقة، لأننا أفهم أن الحفاظ على جيشنا حاجة مركزية، ليس على الجنرالات البلاد، لا، الجنرالات البلاد فيهم وعليهم، والكمشة المجرمة هذه يجب أن ترحل، لكن الجيش، تكسير الجيش الجزائري يعني تكسير الجزائر، والطريقة أسهل طرق لتكسير الجيش الجزائري هو إرساله للقتال في الخارج، لماذا؟ ببساطة يعني، ترح تقاتلهم يعودوا يجوك، المثال أنتع توقن تورين، أنتع 16 يناير 2013، عندما هاجمت مجموعة، قيل لنا أنها مجموعة إرهابية، توقن تورين، وأدى ذلك إلى كوارث مقتل 39 أجنبي، وجزائري واحد، وتدمير مصنع توقن تورين، وكلف الجزائر هذا مليارات الدولارات، وما زال يكلف الغاز، تدمير الصناعة الغازية، هذه مجموعة واحدة ردت، دمرتنا توقن تورين كلها، أكثر من 10% من الغاز الجزائري، من إنتاج الغاز الجزائري، اللي بالمناسبة، اللي يمر فيه كوارث الجزائري، لا تنتج الغاز بالكمية الكافية، ولا البترول بالكمية الكافية، شارلي فات، باعوا 295 ألف برميل، حسب بلومبرغ، واحدة من المجموعات الإعلامية والاقتصادية الأشهر في العالم، عندها قنوات وجرائد وشركات، بلومبرغ هذه التابعة، ما يجري في كل الاقتصاديات العالم، قالت أن الجزائر فشلت في الوصول إلى الكوطة التاحة، لم تبع إلا 295 ألف برميل، وقال أن هذا السبب الرئيسي هو الميز ماناجمنت، سوء التسيير للقطاع، القطاع البترول والغاز، إذا كان، إذن، فتحنا الأجواء للفرنسيس فقط، جاءت مجموعة ودمرتنا توقن تورين، وأدت إلى الكوارت التي أدت إليها، عندما ترسل الجيش إلى مالي، أو نيجر، أو بوكينفاسو، أو جنوب إفريقيا، أو إفريقيا المسطة، أو أي مكان فيه مشاكل، ماذا سيأتي الآخرين؟ يعني راحين يرد عليك، وتجيك مجموعات إرهابية، سميها إرهابية، سميها إجرامية، سميها أي مجموعات، تجي تدمر لك البلاد، وتهاجم البلاد، تهاجم جزائرين في بلادهم، تروح تهاجم الناس، يجوك الناس يهاجموك، بس أنت تهاجمهم لماذا؟ مكاش مصلحة جزائرية، وبعدين هذه الشعوب، مهلوكة أصلا، وأوضاحهم كارثية، خارج التاريخ، بدل ما نعاونوهم، ونروحوا نقاتلوهم، من أجل فرنسا، من أجل الأمريكا، هذا موضوع لا نسكت عليه، أحرار البلاد بإذن الله، أبداً، إذن هذا، محمد قايدي الآن، اللي ببركات فرنسا أصبح جنرال ماجور في 2014، بعد سنتين فقط في الرتبة، ويستطيع الناس أن يعودوا ويشوفوا، والعسكريين اللي يسمعوا فيه الآن، وزملائه، أو اللي أقل منه، أو يعرفوا هذا الحقيقة، هذا صناعة استعمارية، يتم تحضيره لإرسال الجيش، وأيضاً ربما لخليفة شنغريحة، أو من يخلف بعد شنغريحة، أو يكون واحد يبقى واحد من أصحاب القرار، هو أصلاً اليوم يشغل الـ DUP، أنا مرة ربما أغلطت، قلت الـ DUP، قل الـ Direction, Utilization أو Department of Utilization and Preparation هي الـ DUP، أي بمعنى Direction أو Department of Employment and Preparation بالفرنسي، أنا كنت ترجمتها ترجمة خاطئة، هذا فقط لكي نصلح الموضوع، أنا نحب دايماً نكون دقيق يعني، ودايما نقول لي إخواني، اللي يشوف أي خطأ أو أي ملاحظة، يقدمها لي، لا تتردد، أنا إنسان أقبل نقد، وأقبل ملاحظات، ولا ترفع ولا تكبر على أي انتقاد عندما يكون انتقاد موضوعي، بل بالعكس أسعد به، لأن الانتقاد إما أن تتعلم منه، وإما أن تفهم أن الآخر مخطئ، فتشرح وجهة نظرك أفضل، إذا قلت تم هذا اللقاء، ورهم تحذير الجيش، لأن الغرب قالهم السلطة مقابل الجيش، ما عندكم جزيف تراهم الآن، تراهمنا نهيبات، حتى بطرولنا مشيبع بالكمية اللازمة، ولا الغاز، أوضاعكم متردية، في شعب منطفض ضدكم، في كل هذه الأشياء، إذا نريد جيشكم بشي قاتل في إفريقيا، الأوضاع الجيش الفرنسي سيئة جداً في إفريقيا، نقرأ لكم جزء بسيط من مقال نشير في الأيام الماضية، وهو مقال عن ما يجري، عندما قامت طائرات فرنسية بالهجوم على مجموعة، قالت أنهم جماع إرهابية، ثم تضح أنهم كانوا مدنيين، وكانوا في عرس، فخرجت الكتابات وخرجت المقالات حول الموضوع، لست أدري إذا جبتوا معايا أو لا، يبدو أنه ليس موجود معايا، على كل إن شاء الله ما زال نرجع له، لأن هذا مواضيع، هو موجود ما هو المقال، يقول الموضوع هذا، حسب ما صرحت به جينيسي تابيتال بولاكو، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الرعاة الفلانيين، فقد قتل والد العروس أيضا، فيما بعد نشرت المجموعة اسماء تسعة عشر مدنيين قضوا نحبهم في الهجوم، وقالت أن سبع آخرين أصبوا بشروح، وفي شهر الماضي كان شنت طائرات الدرون الفرنسية هجوم، قالوا أنه مجموعة رهابية، ونمقتلوا حوالي ثلاثين شخص، بعد بساعات تضاح أنه في الحقيقة كان عرس، وأنهم كانوا مدني، وأن القتل كانوا أقل شيء تسعة عشر، فيما بعد ذكرت الأخبار، قالت أنه مئة ما بين، أكثر من مئة ما بين قتيل وجريح، لكن الأخبار الأولى كانت تسعة عشر قتيل على الأرقل، وجات منظمات حقوقية ذكرت ذلك وأكدت ذلك، وجابت التفاصيل كل التفاصيل، ونقلاته موجود لمن يريد أن يقرأه موجود بالإنجليزية في Middle East Eye، موقع Middle East Eye، أنصح الناس بالوصول إلى هذا الموقع لمن يريد أن يطلع الأمور بالإنجليزية، موقع محترم يعني، لحد كبير، كي نقول موقع محترم، ليس معناه أني أضمن كل شيء فيه، وإنما تقديري له أنه يبقى محترم، وترجم عليه على Middle East Eye موقع عربي 21، وهو أيضا موقع محترم، موجود فيه التفاصيل، والذي يقرأ الإعلام الفرنسي، يجد أن الجرائد الفرنسية خاصة بمناسبة الذكرى الثامنة، اللي كانت في 11 يناير الماضي، قبل شهر بالضبط، كثير منها شنوا هجوم على الحكومة الفرنسية، وعلى الرئيس الفرنسي، وعلى التدخل في إفريقيا، وعلى الكوارث اللي لحقت بالجيش الفرنسي، في إفريقيا، ولحقت بهذه البلدان، وقالوا أن الأوضاع الآن، الانقسامات، والصراعات القبلية، وتضخم المجموعات الإرهابية، أو الإسلامية، أو الأزواد، أو الأزواد، أو أكثر بكثير، من من كان عليه الحال، عندما تدخلنا، هما يعني، عندما تدخل الفرنسيين، لقهر ما سموهم بالإرهابية، أو لضرب الإرهابية، هذه الأوضاع غير أصبحت بالنسبة للفرنسيين غير مقبولة، أولادهم يموتوا، يدفع أموال، بالرغم أن هذا أيضا مشاركة في الإمارات والسعودية، وحتى الجزائر، الجزائر دفعت مائة مليون أورو، تخيلوا، مائة مليون أورو للغزو الفرنسي، طبعا قالوا أنهم أعطوها للحكومات هذه، لكن في الحقيقة كان الطلب فرنسي، وموجود تصريح لأويحيا قبل سنوات، وحتى لي رمطان العمامرة، قال ساهمنا، أعتقد رمطان العمامرة، أو اللي جاء بعده، قال ساهمنا بمائة مليون أورو للغزو الفرنسي، الإمارات ساهمت، حسب المعلومات اللي كانت مطروحة يومها، بأربعمية مليون أورو، والسعودية يبدون المبلغ مقارن، يعني حكومات المفروض أنها حكومات لشعوبنا تساهم في الغزو، ونحن طبعا نفتحنا الحدود، والآن ها هو قيدي يشري في مرة أخرى على الاستعمار، وتوسيع الاستعمار، حتى ربما يعطلوا رتبة فريق، وربما يخلف شنغريحة، أو يكون من بين المقربين جدا، هو الآن في الرتبة، كما قلت، في المنصب، على الأقل عنده سبعين جنرال تحته في الـ ديو بي هذه، في هذه الـ للاستعمال والتحذير كما يسموها، وهي تدخل تقريبا مع كافة المديريات، والمصالح العسكرية العملية، لازم تمر على الـ ديو بي هذه، هي اللي تقوم بالتخطيط، هي اللي تقوم بأشياء كثيرة جدا، في نهاية المطاف، بلد الشهداء، وبلد الثورة، تصبح تساهم في الاستعمار، ولذلك إخواني، يجب أن نجعل من هذه القضية، قضية مركزية، وهي قضية تضعفهم بشدة، إلى درجة راحوا جمعوا، كثير من المرتزق أنتاحهم، في فندق الجيش، بابن ملسوس، وخرج اللي يقول، الجزائر مستهدفة بالحمر، الجزائر راحي تحت، قلت هالكم أكثر من المرة، ونعود هالكم، أعطونا دولة واحدة، في العالم أجمع، أصدرت بيان تندد فيه، بأي شيء، ما عاد البرلمان الأوروبي، اللي هو مش دولة، واللي المفاوذية الأوروبية، والمجلس الأوروبي خرجوا، يتبرؤوا منه، ليس هناك تنديد واحد، والبرلمان الأوروبي ليس دولة، ليس هناك تنديد واحد من دولة رسمية، أو من وزير خارجية، أو من رئيس دولة، لأنهم كلهم يأكلوا في أموال الشعب الجزائريمة، ومستفيدين من أوضاع الجزائر، تعليم كمونة، ومستفيدين من وضع الجزائر،